النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع من فترة كده وهو شاغل بالي وتفكيري وفي كل قاعدة وفي كل مكان بسمع كلام في الموضوع ده وبستغرب جدا جدا ان ليه دلوقتي في الزمن ده البنات والولاد بيتكلموا في نفس الكلام هنتكلم على ايه النهاردة؟ هقول لكم اول سؤال دايما بشوفه والرد عليه لما بتقابل اي شاب او اي بنت لسه ما تجوزوش وتقول لهم لا ان شاء الله بقى العيد اللي جاي هنفرح بيكم قريب او احنا في العيد ده مثلا نقول لهم لا العيد اللي جاي بقى تبقى في بيتك تلاقيهم يتخضوا كده ويردوا وفي ثاني يعرف من غير ما يفكروا لا 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 احنا كده كويسين قوي لا جواز ولا وجع قلب مفيش احلى من السنجلة وبيقولوها من قلبهم تلاقيوها طلعة كده من القلب وابتسامة عريضة والسنجلة قد ايه جميلة وتلاقيهم فعلا من جواهم رفضين الموضوع ده رفض تام وممكن يكون الشاب على فكر هو ما بيقولش لأ عشان هو مش جاهز ولا معوش فلوس ولا معوش شقة لأ ده الغريب في الموضوع ان هو بيقول لأ وهو شاب جاهز وعنده شغله وفلوسه وشقته وكل حاجة ووسيم وما فيش عيب عنده الا ان هو مش عايز يتجوز وخلاص كتير جدا من الشباب اللي بنشوفهم بيكون عندهم حالة خوف من فكرة الجواز زي بالزبط الناس اللي عندها خوف من الاماكن المقفولة او الاماكن المرتفعة يعني الفوبيا اللي دايما بنشوفها يقولك لأنا ما ينفعش اطلع الاسنسير دولار 20 لا ده انا ممكن قلبي يقف لأنا ما قدرش انزل لغاية تحت او مثلا بنلاقي في الجنازات يقولك اصلا لو نزلت تحت ممكن يجيلي حاجة عندي فوبيا من الاماكن المقفولة هي فوبيا بس الفوبيات دي احنا تعودنا عليها لكن فوبيا عدم الجواز او الخوف من الجواز دي اللي جديد علينا ايوة فعلا فيه بنات وولاد كتير جدا النهاردة عندهم فوبيا الجواز عندهم حالة قلق غريبة وخوف من الارتباط مش عارفة ليه يعني الخوف والقلق ده هل مثلا هل مثلا الشاب ده طلع من بيت فيه اب وامه مفاصلين فشاف مشاكل كتير وشاف وجع قلب فهو لا لا انا مش قادر خصوصا بنلاقي الكلام ده اكتر كمان في البنات هل البنت اللي خارجة من بيت فيه طلع ام واب بما عندها فوبيا من الجواز هل البنت اللي وقفت على رجليها واشتغلت وبقى معها فلوس وبقى عندها حرية كافية ان هي تنزل وتشتغل ويجيب اللي هي عايزها مش محتاجة حد يكملها او راجل يصرف عليها فهل البنت دي الاندبندنت جير اللي بقى مش اندبندنت وومن هل البنت دي بيبتدي يتراجع عندها فكرة الجواز اللي هو طب هو هيعمل لي ايه هيصرف عليها طب ما انا بصرف على نفسي هيصفرني ويجيب لي عربية طب ما انا معايا طب ما انا شغلي مكافيني وبعدين ده انا بشتغل طول النهار بتلاقي بنات تقولك ايه لا ده انا بنزل الصبح من الساعة 8 صبح برجع 8-9 بالليل انا هلاقي له وقت فين ده انا برجع هل كان ومش قادر اشوف قدامي فالموضوع بقى غريب لان برضو مفيش احلى من الجواز يعني فيش احلى من السند وان يبقى عندي شريك حياة اسند عليه ويكلمه ويبقى وانيس ننبسط مع بعض ونزعل مع بعض ونجبر في العمر مع بعض حد يحس بيا حد اكل واشرب معاه فيه ناس كتير بصوا بقى فيه تناقض بالرغم ان فيه مجموعة كبيرة رفض الجواز وتلاقوا في المقابل مجموعة كبيرة حاسة بالوحدة وبتدورة على السند وشريك الحياة فيه مجموعة بتجري الناحية دي ومجموعة بتجري الناحية دي بس النهاردة هنتكلم على فوبيا عدم الجواز ليه الشباب اليومين دول بنات او ولاد مش متقبلين فكرة الجواز اللي هو لا لا بعدين بعدين لا 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 مش عايز دلوقتي وتلاقي اول ما تقوله هنفرح بيك امتا كأنك مسلا قلت له احنا هنموتك امتا اشتركوا في القناة